اشتركوا في القناة التي تتبع العملية السياسية وتروج لها وتروج لهذه الحكومة أضرت خبر مطول أن تحدث فيه عن استطلاع قد جرى استطلاع مزعوم استطلاع حكومي هي تقول يظهر ثقة الرأي العام بأداء حكومة محمد الشياع السوداني بنسبة 78% الله أكبر 78% من الشعب العراقي يثقون بحكومة محمد الشياع السوداني عندما تسمع الرقم تستغرب وتسأل نفسك يعني ما الذي يجعل شعب كامل الرأي العام هو من يكون الرأي العام الشعب هذا الرأي العام الشعبي كيف استطاع أن يثق بهذه الحكومة ما الذي جعله يعني ما الذي فعلته هذه الحكومة لكي يثق بها الشعب بهذه 78% هذا يعني أكثر من ثلاثة أربعة الشعب العراقي يثق بهذه الحكومة وهذه الحكومة يعني فوق الجبل لا يمكن لي هذا الحديث أن يمر هكذا مرور الكرام هذا ربما على يعني شعوب يعني مصابة بالعمى وبالخرس بغياب الوعي وغياب العقل وحش الشعب العراقي الشعب العراقي منذ كشعوب الدنيا ما احترامي لكل شعوب الدنيا لكن هذا الشعب العراقي هذا التاريخ أو هذا وضع فكيف يمكن للشعب 78% من عنده أن يثق بهذه الحكومة ما الذي فعلته هذه الحكومة يعني كيف البلد هو الثالث عالميا من حيث نسبة البطالة ثالث عالميا من حيث نسبة البطالة يثق به الشعب كيف لبلد 12 مليون إلى 13 مليون عراقي تحت خط الفقر لا يجدون لقمة اليومية يعني اللقمة التي يعيشون بها التي تسجعهم يوميا 13 مليون واحد ويثق الشعب بهذه الحكومة كيف يثق الشعب بحكومة تعليم ماله من أسوأ ما يمكن خارج كل السياقات كيف يثق الشعب بخدمات طبية معدومة مستشفيات من أسوأ ما يمكن كيف يثق الشعب بحكومة فاسدة ونظام فاسد وفساد في كل مكان والرشاوة في كل مكان والضغط في كل مكان كيف يثق الشعب بحكومة الأمن فيها في البلد مفقود والميليشيات هي من تتحكم به والأحزاب هي التي تتحكم به بالشكل الذي تريده كيف يمكن لشعب أن يثق بحكومة والبلد مسلوب الإرادة مسلوب السيادة والاستقلال ماذا وضع العراق؟ هل هو جديد هذا العراق؟ وتحدثنا سابقاً كان هناك إحصائية دولية قبل كم حلقة كنا نتحدث قبل كم أسبوع عن إحصائية دولية تحدث عن الشعوب التي تثق بحكوماتها وخليها تسلسل من واحد إلى كل الدول وضعين معيار معيار لماذا هذه الدول تثق بشعوبها يعني وضعين يجب أن تكون دولة مستقرة العملة النقدية عملة قوية مشروعات قادرة على التحقق في الحاضر والمستقبل صدق في التعامل مع الشعب وعود حقيقية وتنفذ خدمات مقدمة أمن متوفر تعليم فيها على ما يمكن خدمات صحية مقدمة خدمات اجتماعية مقدمة رواتب جيدة عدالة مساواة احترام حقوق الإنسان هذا كل جزء من المعايير إذا موضعنا هذه المعايير على كل الحكومة التي جاءت من عام 2003 لحد لأنها عشرين سنة مضت لا حال يتحدثنا عن نظام جمهوري سابق نظام ملكي سابق تركونا من عند عشرين سنة مضت العراق في كارثة كبيرة إذا موضعنا هذه المعايير وقسنا عليها الوضع الحالي والحكومة الحالية ما الذي ينطبق من هذه المعايير على هذه الحكومة صفر ستأخذ لا ينطبق عليها شيء ولا ينطبق على كل الحكومات التي جاءت لها فكيف يمكن 78% من العراقين أن يثقوا بهذه الحكومة هذه كذبة كبيرة عيب يعني تعامل يعني التعامل من ضمن هذه المعايير التي وضعيها للدول للشعوب التي تثق بحكوماتها حتى المسؤولين يتعاملون بشفافية مع شعبهم ومعيشون مع شعبهم انظر في سويسرا في كندا في هولندا الوزير والوزيرة والمسؤول مع الناس بالمترو بالباس يروحوا وياهم ويرجعوا وياهم ولا يكن شيء خلينا مسؤول واحد عراقي بدرجة مدير عام مارد أقول هو حتى أقل ما موجود لكن بدرجة مدير عام خليطلع للشارع يتمشى واحدة بدون حمايات عب هذا الكلام هذا الكلام ضحك على الناس وضحك على نفسكم موضحك على الناس العراقي ما تقدرون تضحكون عليهم لكن بهذه الطريقة البطالة بين الشباب 36% ثالث بلد بالعالم بالبطالة بالشباب ونحن بلد 65% من عنده من الشباب خراب ودمار وفساد عيب هذا هذا الكلام يعني كلام مجرد ظاهرة صوتية هذه عيب يعني عليه من يستحوه من هذا الكلام الذي يريد يروج الحكومة لا يروجها بهذه الطريقة لأنه هذه الطريقة أي شيء تتحدثون عنه لا يمكن قبوله لا يمكن يمر سأخذ نموذج واحد يعني هو وتعلق بالسؤال مالذي حققت حكومة السوداني من جتي لليوم محمد الشياء السوداني مالذي حقق لماذا يقولون هو مختلف مالذي يختلف به نحن لدينا مشكلة كبيرة في عدد الموظفين وأقول لكم وقلناها أكثر من مرة نحن لسنا ضد بل معه كل عراقي أن يحصل على مورد مالي يعيش بكرامة ويلبي حاجاته وحاجات أهله وحاجات بيته وأطفاله وعيش بكرامة نحن مع هذا مئة بالمئة ولا نقبل لعراقي أن لا يحصل على مورد لكن مو هذه الطريقة أربع ملايين موظف الموظف ما يشتغل ثمان دقائق لا صناعة عدنة لا زراعة عدنة وظائف وتراهه الكبير ويأتي الآن حتى يسكتون الشعب يعينوني مليون واحد جديد خمس ملايين موظف عندنا هذا كل إرهق الموازنة في بلد موازناته مئة مليار حتى يطلون ستين سبعين مليار للناس ولا أربعين مليار تنباكلها منهم هذا إنجاز هل يعتبر إنجاز هذا الناس من تظاهر والدور وظيفة ما قايلين روحوا يقعدون جوة تبريد وبوظائف لا يريدون نشتغلون يريدون نحققون شيء لهذا البلد شغلوا المصانع شغلوا الزراعة أرجعوا أراضي العراق كلها صحراوية مصانعنا 178 ألف مصنع كلها توقفت وراحت والمصانع الكبيرة ومصانع الدولة كلها فققت وراحت ومباعت وخربت وانتهت ونحن ولد مستورد سيادتنا وفقودة واعتمادنا على الخارج وقرارنا بالخارج فكيف يثق الشعب بحكومة من هذا الشيء من هذا النموذج يعني هم شافوا ان الشعب السويسي مثلا يظهق حكومته بنسبة 83 فارز 78% قالوا خلين نسوي 78% 78% شعب لوكسنبورغ 78% من عند يثق فنلندا يعني نحن سمين فنلندا والنرويج والدنيمار وإيرلندا والسويد نحن سمين لأن السويد 68% من الشعب يثقون احنا 78% فعيب عيب هذا الكلام وغير مقبول هذا الكلام هو لا يمكن قبوله ولا يمكن أن يمر على الشعب العراقي هكذا كلام ووسائل الله التي تتعامل بهكذا منطق عليها أن تراجع نفسها وعليها أن تحترم عقلية الشعب ورؤيته وذكاء الشعب شكرا أعزائي المشاهدين حلقة هذه اليوم قد انتهت الوقت قد انتهى لتقيكم في حلقة أخرى إلى ذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم اشتركوا في القناة